كلمة اقترار الماضي يعني فيه ناس كتير قوي تقولك الكلمة مكالكعة شوية انا مش فهم معناها ايه يعني عايزين نعرف يعني ايه ان انا افتكر الماضي بما سوقه وهي دي بس اللي تفضل سبتة في زي هو الانسان في البداية عبارة عن مجموعة من الافكار ومجموعة من المعتقدات والمبادئ كلما كانت افكار الانسان ومعتقداته ومبادئه ايجابية وكانت بنائة كان اقرب ان هو يكون شخص سلوكه سوي ونفسيته هادية ونفسيته مطمئنة بعض الناس بيبقى عندها حاجة بنقول عليها رومينيشن او اقترار نفسي وده معناه ان انا استعيد ذكريات مؤلمة او تجارب مؤلمة من الماضي وافضل اعيش تفاصيلها وكررها كاني الذكريات دي بتحصل معيه دلوقتي هو طبعا كل انسان معرض ان هو يفتكر ذكريات من الماضي او احداث حصلت معيه ولكن الاقترار معناه ان انا ببتدي اكرر الحاجة وابتدي نفس الموقف او نفس التجربة ابتدي اعيش تفاصيلها بدون التفكير في ازاي اخرج منها او ازاي احلها او ازاي اوصل لنتيجة ايجابية فيها فيبتدي يسيطر على الانسان فكرة سلبي يبتدي يكون عنده قلم يحس بقلم من كتر التفكير بيبتدي يبقى عنده نقطة لوم تجاه نفسه ازاي انا في الموقف اللي حصل ده ما تصرفتش بالطريقة دي او ازاي المفروض كنت عملت كذا او يلوم الناس او الظروف او القدر ليه يا رب ما حصل ليش كده او ليه الموقف ما عنداش فيبتدي طول الوقت اللوم اللوم ده بعد كده بيتحول لندم انا ندمت ان الموقف ده عدى في حياتي فيبتدي بعد كده يدخل في حالة من اليأس هو ده بساطة الاقترار النفسي طيب يا حالك تنصح بإيه نهارتا او إيه لأصح ان انا افضل فكرة الماضي ولا ان انا اطلع الماضي وواجهه وخلاص اقفل الباب خالص بتاعه ما بقاش برجع له تاني ولا حلو ان انا ابقى فكريه بس ما اقصرش علي هو في الاصل ان الانسان بيفتكر المواقف اللي مر بيها علشان يعمل عملية تحويل من موقف او تجربة مؤلمة او قصية هو مر بيها بيبدلها او بيحولها لدرس من دروس الحياة او خبرة تمام الانسان الطبيعي السواقف الانسان والاصل ان انا لو بيفتكر موقف انا بيفتكره عشان كده فلو قدرت اعمل كده انا كده ماشي في طريق التفكير السليم بنقول عليه ان هو قصص التفكير المنطقي لكن لو لقيت نفسي كل ما بيفتكر موقف سلبي ببتدي ادي له مساحة اكبر من حدمه ببتدي اغرق في تفاصيله واغرق في المعاناة اللي انا كنت فيها او في القلم اللي انا كنت فيه بدون شعور ان انا عندي القدرة على ان انا اخرج من الموقف ده يبقى في الحالة دي التفكير بيكون بطريقة خاطئة